اشتركوا في القناة ويسعدنا وجودك هنا كنا نتحدث عن الوثنية دعونا على سبيل الاستراحة نراجع قليلا ما سبق حين تسمعونا كلمة وثنية لم نعن نتخيل المذابح والتماثيل والهياكل صحيح؟ بل العسيان المعلن المقصود لخالقنا بالضبط مثل كلمة عبادة إذا تخيلنا الترنيم التعبدية فهذا جانب من العبادة لكن حين تسمعونا كلمة عبادة بماذا نربطها بطاعة الله والآن ما نتحدث عنه هو كيف يمكن أن تخفي الوثنية في المسيحية بذكاء بمعنى آخر كيف تعاند وتقاوم ما يقوله لنا الله بعسيان معلن كيف تطمع في شيء وتعتبر رغباتك أهم من رغبات الله وتكون مؤمنا في نفس الوقت هذا ما سوف نتحدث عنه هذا الدرس هو محور كل الدروس عندما تفهمون ذلك سوف تفهمون كيف أن الكريبتونايت لم يتسلل خلصة إلى كنائسنا فحسب لكنه مزداهر في كنائسنا أيضاً هل أنتم معي الآن؟ حسناً إذن لنفتتح هذا أريد أن أرسم صورة لقصة معروفة لنا جميعاً حتى حديث الإيمان يعرفونها خروج إسرائيل من مصر حين خرج إسرائيل من مصر كان موسى يقودهم عندما أخرج موسى بني إسرائيل من مصر كان المكان الذي يريد أن يأخذهم إليه في الحقيقة هو سيناء وليس إلى أرض الموعد لأنه لن يأخذهم إلى أرض الموعد قبل أن يعرفهم على من وعد بها صحيح؟ فكروا في موسى كان يعيش في أجمل بيت في العالم صحيح؟ كان لديه أب وجد من أغنى أغنياء العالم لماذا يمكن أن يرغب في أن يترك مصر إلا لأنه اختبر حضور الله عند جبل سيناء عند العليقة وقال أريد أن يختبر هؤلاء الناس الحضور العجيب الذي اختبرته عند العليقة المشتعلة فنزل الله وقال لموسى اسمعوا هذا سأعرض لكم الآيات على الشاشة قال هذا ما تقوله لبني إسرائيل قد رأيتم ما صنعته بالمصريين أما أنتم فحملتكم على أجنحة النسور أحب هذا وأحضرتكم إلي انظروا إلى كلماتي وأحضرتكم إلي لهذا السبب أخرجكم الله من العالم أخرجكم الله من العالم لسبب واحد وهو أن يحضركم إليه لقد اشتاق إليكم جدا ويريدوا علاقة معكم ومع كل شخص يشاهدنا الآن إنه يشتاق لعلاقة حميمة معكم إذن قال الله لموسى هذا الكلام ثم بعد ذلك قال له مرهم بغسل ثيابهم صحيح؟ ربما تقرؤون هذا وتقولون هل الله مهوس بالنظافة؟ هل يحب الناس النظيفة ولا يحب رائحة العرق ومثل هذه الأمور؟ لا 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 بل كان يريدهم الله أن يغسلوا دانس مصر لأن الله كان يريد أن يقيم علاقة صحيحة معهم مصر هي العالم على ما يتمحور العالم كل ما في هذا العالم من شهوات الطبيعة الجسدية وشهوات العيون والتفاقر بالإنجازات لنقول هذا بطريقة أوضح هذا ما يريده العالم يريد العالم أشياء ملموسة يريد العالم مراكز يريد العالم جنسا هذا ما يريده العالم أتفهمون ذلك؟ يقول الله إن كان هذا ما تسعى إليه لا يمكن أن تكون لك علاقة صحيحة مع الله متى تحدث العلاقة حميمة حقيقية حين يبذل الناس أنفسهم للآخرين صحيح؟ لذلك قال الله تخلصوا من دانس مصر لتكون لنا علاقة حميمة معا ثم بعد ذلك أعد بنوا إسرائيل أنفسهم وفي اليوم الثالث نزل الله عندما نزل الله ماذا فعلوا؟ صرخوا وهربوا ارتعبوا من الله وقالوا لموسى هذا الكلام في عدد 19 تكلم أنت إلينا فنسمعك لكن قل لله أن لا يتكلم إلينا لألا نموت هل تتخيلون كم خاب آمل الله؟ حسنا لقد انتظر الله 430 عاما لكي يقيم علاقة حميمة مع الشعب وعندما أظهر نفسه لهم هربوا منه ألا انتظرت تسعة أشهر لأرى أرض يخرج من بطن أمه ولأرى أبناء الثلاثة الآخرين وكنت أتحدث معهم يا ابني الصغير عندما كانت لي زحبلة كنت أقول للجنين لا أستطيع الانتظار لأراك أتوقل حملك وتحدث إليك وسماع صوتك كيف سيكون وأتذكر أنني في الشهر التاسع كنت مهيئا جدا لمجيء الطفل انتظر الله سنوات كثيرة ثم تخيلوا أن أرد خرج وقال آه لا أمي تكلمي أنت مع أبي وقول لي ما يريده وسوف أفعله كنت سأحزن كثيرا هل تتخيلون كم حزن الله فقال الله آه سأنشئ الكهنوت حسنا من هو الكاهن؟ الكاهن هو من يتحدث إلى الله نيابة عن الشعب وكأن أرد خرج من ليزا وسرخ آه لا أريد أن أراك أريد أديسون أديسون كلم أبي وقل لي ما يقوله ولا أكلم أرد مباشرة هذا محزن هذا هو الحزن الذي يشعر به الله صحيح؟ حسنا قال الله هذه الكلمات لموسى قال له انزل ثم اصعد وهارون معك لماذا قال الله ذلك؟ لأنه قال يجب أن أقيمك هنوتا وسأختار هارون كاهنا لذا أريده أن يصعد إلى هنا معك حسنا لم يكن هذا ما يريده في الأصل لأنه عندما خرج بني إسرائيل من مصر اسمعوا ما قاله الله للشعب كله قال ستصيرون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة هذا ما تقوله لبني إسرائيل أراد أن يستطيع كل منهم أن يكلمهم مباشرة لكنه قال لأنهم هربوا سأنشئوا الكهنوت هارون أنت الكاهن أتفهمون؟ والآن المثير للاهتمام هو أن هارون لم يصعد استمر في المحلة لأن وجوده في الكنيسة يريحه أكثر من وجوده في محضر الله هناك أناس وجودهم في الجماعة يريحهم أكثر من محضر الله يجب أن ارتاح في المكانين وبالأخص في محضر الله إذن استمر هارون أسفل الجبل وصعد موسى إلى الجبل أربعين يوما وأربعين ليلة والآن شاهدوا ما حدث انظروا إلى خروج الثاني وثلاثين واحد ورأى الشعب أن موسى قد تأخر في النزول من الجبل فاجتمعوا حول هارون لماذا اجتمعوا حول هارون؟ لأنه كانت لديه موهبة القيادة وموهبة القيادة التي يمنحها الله للناس تجذب الناس سينجذبون إليك سواء أكنت في محضر الله أم لا انجذب الناس إلى هارون لأنه كانت لديه موهبة القيادة رغم أنه لم يكن أعلى الجبل حيث يجب أن يكون فاجتمعوا حول هارون وقالوا له قم واصنع لنا آلهة انظروا لكلمة آلهة هذا ما سأتحدث عنه وركزوا لتقودنا في الطريق لأن هذا موسى لم يقول لأن الله القدير بل قالوا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه ترون كلمة آلهة هناك إنها مهمة جدا إنها الكلمة العبرية إلوهيم هذه الكلمة موجودة أكثر من 2600 مرة في العهد القديم الآن أكثر من 2250 مرة في 2600 تشير إلى الله الذي نخدمه إلوهيم سأعطيكم مثالا في تكوين واحد تأتي 32 مرة في البدء خلق الله السماوات والأرض تعرفون ما أصلها؟ في البدء خلق إلوهيم السماوات والأرض وأكثر قليلا من 250 مرة في العهد القديم يشير إلوهيم إلى إله المزيف مثل داجون في سموئيل الأول 5 عدد 7 وبعل في ميلوك الأول 18 و 21 لذا يجب أن تقرأ الكتاب في سياقه دائما أشارت معظم المرات إلى الله القدير لذا يجب أن تقرأ السياق لتفهم صحيح؟ حسنا؟ قالوا صنع لنا إلوهيم ليسير أمامنا لأننا لا نعرف ماذا أصاب موسى فقال هارون له من زعوة أقراط الذهب وأحضروها لي ويقول الكتاب وصهره وشكله بالإزميل وصنع منه عجلا حسنا عندما فعل ذلك نظر الشعب إلى ذلك العجل وقال في عدد أربعة هذه هي آلهتك أيضا تأتي في اللغة العبرية إلوهيم هذا هو إلوهيم الذي أخرجك من أرض مصر يا إسرائيل ما زلنا غير متأكدين هل يقصدون إله المزيف هنا أم الله القدير؟ صحيح؟ سنعرف من العدد التالي يقول وحين رأى هارون هذا انظروا ماذا قال قال هارون سنعمل عيدا لله غدا كلمة الله هنا هل تعرفون ما هو أصلها؟ أصلها يهوة هل تعرفون أن كلمة يهوة هي أقدس كلمة في العهد القديم؟ إنه الاسم الخاص للإله الواحد الحقيقي هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك عصر النهضة كان مكتوبا بدون الحروف المتحركة في النص العبري للعهد القديم W-H-W-H لأنه اسم مقدس لم تستخدم قتل وصف إله مزيف أبدا في كل العهد القديم عدا هنا ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا مجتمعين حول العجل ينظرون إليه ويقولون هذا يهوة الذي أخرجنا من مصر إذن ما زالوا يعترفون بأن يهوة أخرجهم من مصر ما زالوا يعترفون بأن يهوة شفاهم ويهوة عالهم لكنهم الآن قد استبدلوا يهوة بصورة اليهوة استبدلوا يهوة بيهوة مزيف يعطيهم كل ما يريدونه هل تتابعون؟ حسن إذن اسمحوا لي أن أقول هذا في خدمتنا هنا في Messenger International يوجد لدينا CEO أي مسؤول عمليات رئيسي وCFO أي مسؤول مالي أليس كذلك؟ وأنا وليزا قد حددنا بعض الأمور التي نحب أن نرى فريقنا يقوم بها صحيح؟ نركز على وجود جو عائلي هنا لكننا نريد جو احترافيا ونريد أن يكون هناك تسع ساعات عمل في اليوم كما نريد أن الناس حينما يأتون إلى هذه الخدمة يشعرون بالدفء والمحبة والترحيب ونريد جوا من البهجة لذلك لدينا موسيقى في الخارج ولدينا شباب يلعبون كرة سلة ومثل هذه الأمور لدينا مكاتب كاملة مهيئة ليقضي الناس أوقات ممتعة حقا حسنا تخيلوا أنني سافرت أنا وليسا في رحلة ولنقل أن المسؤول الرئيسي سافر أيضا ولنقل أن اسمه تيم سافر تيم المسؤول الرئيسي وهكذا أصبح المسؤول المالي لنقل أن اسمه جيف مسؤولا الآن لنقل أنه قال للجميع جون وليسا يريداننا أن نستمتع بوقتنا فلنحضر دي جي لنحضر أدخنة وأضواء لنحضر برميل جععة ثم يحضرون برميل جععة ويرقصون ويقضون وقتا ممتعا هاي جعلنا مكان العمل ممتعا سيصعد هذا جون كثيرا أتفهمون؟ حسنا بدأتم تفهمون ما يحدث هنا نعم لقد نفذوا جانبا واحدا مما طلبته أتفهمون ما أقصده؟ بيئة ممتعة لكنهم تجاهلوا باقي الأمور كلها تسع ساعات عمل إلى أخيره صحيح؟ هذا بالضبط ما يحدث هنا نعم هذا يهوى الذي أخرجنا من مصر لكن لا هذا ليس يهوى لأنه هل تعلمون ماذا كانوا يفعلون؟ اقرأوا عدد ستة من خروج اثنين فنهض الشعب باكرا في صباح اليوم التالي وقدموا ذبائحة بلغة هذا العصر حضروا الكنيسة صحيح؟ حضروا مؤتمرا هل تتابعون؟ فعلوا كما يفعل المؤمنون قدموا ذبائحة سلام وبعد ذلك جلس الشعب ليأكلوا ويشربوا ثم قاموا للعب ما معنى هذا؟ بدأوا يحتفلون بشكل جنوني جنسيا وكل هذه الأمور تعرفون لماذا؟ لأن الأمم الأخرى أعجبت بما فعلوه إذن بمعنى آخر من الواضح أن ما فعلوه كان شهوانيا جدا لدرجة أنه جذب انتباه الأمم المجاورة لكنهم ما زالوا يقولون يهوى هو الذي أخرجنا من مصر لقد صنعوا يهوى مزيفا أتفهمون؟ واضح؟ والآن لنعود إلى المكتب المسؤول الرئيسي تيم عاد من السفر ورأى ما فعله جيف المسؤول المالي ماذا سيفعل؟ آه ماذا تفعلون؟ ويحرق الديجي ويلقي برميل الجاعة خارجا ماذا تفعلون؟ لقد لغيتم تسع ساعات عمل ويبدأ يريهم هذه الأمور هذا ما فعله موسى لأن الله قال لموسى شعبك لم يعد يقول شعبي حتى شعبك قد فسد صحيح؟ انزل في الحال فنزل موسى ومن الذي بحث عنه أولا بحث عن هارون ماذا فعلت؟ حسنا إذن تم تصحيح الأمر ويمكنكم أن تقرأوا باقي أحداث القصة من الكتاب المقدس في كتاب الخروج إنها قصة حزينة السؤال الذي أريد أن أطرحه هل خلقنا يسوع مزيفا؟ بمعنى آخر هل نقول آه يسوع خلصنا يهوى أخرجنا من مصر صحيح؟ يسوع شفاني يهوى شفانا يسوع أعالني يهوى أعالى الشعب إن استبدلناه الآن بصورة ليسوع مزيف يوافق على أن نفعل أمورا يأمرنا العهد الجديد بأن نفعلها يوافق على السلوك الشهواني يوافق على كذا وكذا هل تتابعون معي؟ ولكي تفهموا قصدي من هذا الكلام حضر فريقنا هذا الفيديو الرائع باسم يسوع مزيف هيا نشاهده هل بدأنا التصوير؟ أحب أن أرى أنني أشبه يسوع ربما مع اختلاف بسيط لست يسوع الأصلي الذي جاء منذ ألفين عام لأن هذا سيكون غريبا جدا لكنني بالتأكيد أفعل شيئا صائبا لأن هناك أناس من كل الأنواع بدأوا يتبعونني الآن نعم هناك الكثيرون يتبعون ذلك الشخص لذلك شعرت أنه يمكنه أن يفعل الكثير لحياتي إذن لماذا لأتبعه؟ طلب مني تد مثله مثلا كثيرين أن آتي إليهم وأعطيهم بعض النصائح والمشورة العصرية إن أردت الفوز يجب أن تثمل أوه نعم غبي غبي أعطيه فرصة دعنا نتفقد حسابك على إنستغرام يا تد ووو من هذه؟ لا 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 انتظر اللحظة يمكنني أن أشرح ذلك هي أضافتني بالطبع أريد أن أؤثر على جيلي تم قبول الصداقة أتطلع إلى لقائك هاشتاغ كلمة كتابية لماذا تفعل ذلك؟ أسئلته كثيرة لكنه بعد فترة سيتوقف عن طرح الأسئلة تد زوجة مثيرة حياة مثيرة تريد أن تكون مؤثرا لا يسمع الناس لقبيح لو كانت زوجتي مثيرة سيسمعني الناس أكثر نصيحة غريبة أنا قوي العضلات كما ترون وهذا الحمل خفيف كنت أظن هذا سخيفا روحيا لكنه قال إنه في الواقع بناء العضلات هو أهم شيء لتحصل على المزيد من المعجبين والأدباع في الفترة الأخيرة كانت الحياة قصية كانت الحياة قصية قليلا حسنا حين أقرأ الكتاب أي جزء أقرأه؟ حسنا ما تحتاجه هو النسخة النموذجية للألفية حذفوا كل التحذيرات وكل التصحيحات وتركوا الأمور الإيجابية فقط هذه النسخة يمتلأ أغلبها بتعليقات للفيسبوك أظن أن تاد تغير لأنه لم يعد يهتم مثل ما كان يهتم من قبل كل ما يحتاجه هو أن أصل إليه وكل ما يحتاجه هو هو شخص يحتاج لشخص مستعد لمساعدته لا لذا يا غبي لو كان لدي مأة خروف وتاه واحد هل سأترك التسعة والتسعين؟ أه لا فلدي تسع وتسعون مشكلة أظن أن في نهاية اليوم إن حصلت على شخص لا يهتم كثيرا لعبة العرش لعبة العرش أظن أن هذا سيء جدا لذا يمكننا تاد هل قرأت العهد القديم؟ لا أظن أننا يجب لم تعرف أين كنت لن تعرف أين تذهب تاريخي لا 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 إن استطعت أن أجعل شخصا غير مهتم سيكون عملا رائعا لم يتغير شيء بعد أبدا ماذا عن التوبة؟ ألا يجب أن أتوب؟ ليس مهما ليس مهما؟ نعم كان هذا قبل الصليب لكنني أشعر بأني أتشجع أكثر حين يكون معي وأحب ذلك لا تقلق كن سعيدا استرخي يا تاد أريد فقط أن يكون الجميع سعداء يقول الكتابة أن الله خلق كله بذرى بها ثمر رغم أن هذا قانوني لا يبدو صحيحا أين هو الآن؟ لقد خرج ليحضر شيئا لقد أعرته عربتي أتوقع أن يحضر الآن؟ تاد تاد ماذا تفعل؟ أنا في الطريق هل معك رخصة قيادة؟ رخصة قيادة؟ ليست معك أنا معي رخصة صيد ورخصة نجارة منتحية الصلاحية ماذا عن أوراق التلقيق؟ سأعود إذن كيف الأمور مع تاد؟ أنا قلق بعض الشيء لقد بدأت أقرأ الكتاب الأصلي ليس ما قال عنه بدأ يصبح شخصا جديدا يبدو لي أنه يخسر حياته وهذا ما حذرته منه أدركت أنني أحصل على جزء من المعلومة وليس كلها إذن يسوع هذا شفا كل المرضى وكل العميان يسوع هذا ماشى على الماء أدركت أنه إن بدأ أمر جيد فليس معناه أنه من يسوع علي أن أتبع هذا الكتاب أشعر بالحرية إن هذا رائع أتمنى أن ينجح أتمنى له الخير وأشك في ذلك لكن تعلمون أتمنى أن ينجح يصعب التنفس في ذلك الزي حسنا واللحيطة أيضا شيق صحيح؟ إنه شيق إنه يكشف الأمر صحيح؟ تعرفون؟ أريد أن أسألكم بعض الأسئلة وأريد أن نتوقف حقا ونتأمل في هذه الأمور ونفكر فيها موافقون؟ هل فعلنا ذلك؟ بعدم إعلاننا لمشورة العهد الجديد الكامل بمعنى آخر هل اخترنا الآيات التي تعجبنا؟ هل تركنا الآيات التي ربما تدعونا لنعيش حياة تقية؟ هل نركز على جانب واحد أريدكم أن تتوقفوا وتفكروا؟ هل صحيح أن نركز على كلمات يسوع التي لا تتعرض مع الحرفات مجتمعين المعترف بها؟ هل اخترعنا يسوع لا يواجه الطرق غير الأخلاقية لثقافتنا؟ هل ينفع أن لا نواجه ما يكرهه؟ ونعلن فقط الكلمات التي يعجب بها المجتمع؟ هل نتجاهل عمدا الأمور الصعبة في العهد الجديد؟ هل يمكننا أن نوسع الطريق والباب المؤدي إلى الحياة؟ هل يمكن أن نؤمن أنه إن تلونا صلاة ما سوف نخلص تلقائيا؟ هل خلقنا يسوع مزيفا؟ مختلفا عن الموجود في مشورة العهد الجديد الكاملة؟ قال بولوس شيئا لا يمكن أن نتجاهله إنه بيان مهم جدا قال أعلن لكم هذا اليوم أني غير مسؤول عن عدم خلاص أي واحد فيكم أي واحد فيكم فأنا لم أتردد في إخباركم بكل مشيئة الله قال بولوس إن هلك أي واحد؟ أي واحد فهذا ليس خطأي هل نقدر أن نقولها؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ سأقرأها لكم من ترجمة أخرى لم أتردد أو أتراجع أو أقصر في إعلان أهداف الله وخطته ومشورته بالكامل لكم قال أنا لست مسؤولا إن هلك أحدكم لأنني أعلنت مشورة الله الكاملة وأريد حقا أن نتوقف ونفكر هل اخترنا الجوانب التي تعجبنا من تعاليم يسوع في العهد الجديد؟ تعاليم تناسبنا حتى لو عشنا مثلما يعيش العالم ونزني مع العالم مثل ما يقول يعقوب ونظل مؤمنين ملتهبين الإيمان ليس مجرد لانتماء لمجموعة وأن تقول إن يسوع ربي لأنهم قالوا هذا يهوى الذي أخرجنا من مصر كانوا يعترفون بذلك لم يقولوا رع رع اسم إله مصري لم يقولوا هذا رع الذي أخرجنا من مصر بل قالوا يهوى لم يقولوا بعل لم يقولوا عشتروث بل يهوى ونحن نقول يسوع خلصني لكن هل هذا هو الجالس عن يمين الله؟ أم أنه يسوع مزيف اخترعناه ليعطينا ما نريده فيمكننا أن نعيش في عناد لمشورة الله لأن يسوع المزيف يؤيد ذلك ويمكننا أن نشتهي ما يأمرنا الله بيضوح أن نبتعد عنه لأن يسوع عن المزيف موافق يمكنني أن أغش في لرائبي لأن يسوع المزيف يتفهم يريدني أن أنجح يمكنني أن أطلق زوجتي لمجرد أنني معجب بتلك الفتاة الأخرى وأحصل على شكل جديد لأن يسوع يريدني سعيدا إنه يريدنا سعداء لكن ليس على حساب طاعة كلمته هل تعرفون أن هناك أكثر من خمسمائة وصية في العهد الجديد؟ تعرفون أن بولوس قال ليس الختان أو عدم الختان ما يهم لكن حفظ الوصايا بولوس يقول هذا الرجل الذي قدم إعلان النعمة الذي نعذ به يقول يجب أن نحفظ الوصايا هناك أكثر من خمسمائة وصية سلوكية في العهد الجديد يسوع المزيف يقول تجاهلوا نصفها إذن هذه الوثنية اخترعنا يسوع يعطينا ما نريد وهذه أكثر أنواع الوثنية خداعا في العالم كله لأن الشخص الذي صنع التمثال يعرف أن التمثال لا يمكن أن يكون من خلقني لكن الذي يخترع يسوع مزيفا وثن يسوع المزيف يقول اخترعت يسوع بالشكل الذي أريده أن يكون عليه لأنني لا أراه لا يمكنني أن أسمعه بأذني يمكنني أن أجعله مثل ما أريد وأعيش كيفما أشاء الآن أنا زان وقد جعلت نفسي عدوا لله أعرف أن هذا ثقيل لكن فكروا في هذا الأمر وأراكم في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر